عايزة بتدي معاك الحلقة دايما حلقة بتروح تحلل مثلا اغبار موجودة يعني تبعت حلقة تابل ما حدك تبقى موجود معايا بتروح بتتكلم في فنيات كورة وبتقول للناس خبرتك فيما يخص الدفاع هروح لده بعد شوية بس عايزة بتدي معاك الحلقة بشكل مختلف واسأل حضرتك مين جيلك عرف الشباب الموجود مين ابرز الاسماء او مين الجيل اللي كنت بتلعب معايا بص انا اول ما طلعت درجة اولي طلعت طبعا صغير كنت اتخذ ماتشات معاهم ماتشات ودية وانا عندي 17 سنة بدايتي مع الفرقة الكبيرة بعد كاس عالم الناشئين احنا الفرق المتخب اول متخب مصري يحرز بطولة افريقيا ويطلع يلعب كاس عالم استراليا واحد تمانين كنت متجيل ده كنت متجيل ده طبعا والحقيقة كان جيل مميز جدا لو هنقول اسماء كده سريعة اه طهراء ابو زيد اه محمد حلمي طارق سليماني حمد صدقي تقول لي اسماء سريعة ايه تتكلم على وحوش مكور اه يعني في فرقة ده كان جيلك ده الجيل كامل اكام تتجمل خلد الاماش اه من تاني علاء ميهوب طبعا اسماء عباس اه حقولت حمد صدقي هشام صالح يعني في في العيبة العيبة ممتازة بعد ما رجعنا من كاس عالم كلهم بقوا عنصر اساس فرقهم الكبيرة في ايه 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 فاول ما رجعت على طول بقت اساسي بقى خلاص جوه النادي الاهلي انا لما طلق يعني كنت في سبعات عشر سنة كان لسه كابتن حسن بيلعب كابتن حسن اه والله انت اكيد اتدربت معايا لا ما لحقتوش كتدريب اه انما لحقت اللي بعده على طول اه كابتن مصطفى يونس ايه ايه وكان بيلعب معاك كابتن مهر همام دول اللي كانوا في مكاني ايه طبعا بقى انت عارب بقية الفرقة طبعا يعني حسن البدري ورابع ياسين وابدون حفظ الابقات طبعا يعني اه مختار مختار مصطفى عبدو الخطيب اه مجد عبدالغاني محمد عامر اه يعني ناس طبعا انت مختار مختار طبعا جيل كبير وكان تقريبا اه تلت تربع الفرقة منتخب مصر يعني كان في ناس اللي عادة احتياط منتخب مصر كمان كان الاهلي عنده زخيرة من اللعيبة ومعظمهم من اجبال النادي الاهلي لما يجي واحد بس ده جاي عشان ده منتخب مصر زي كابتن مختار ما جيه مسلا من اسكو فما طلعت طبعا كان الكابتن مصطفى يونس الكابتن الفريق كابتن النادي الاهلي وطبعا هو اللي كان لبرو انت عارف ايامنا كان لبرو مساك فالكابتن مصطفى والكابتن مهر همام اه لا انا حقف عنده دي اه اه حشان نقول للشباب انا مسلا بطلع بيجي يقولك فيه فلان وفلان وحاخد فرصتي ايه ايه بزبط انت قلت كده وقتها اه انا طبعا كنت شايف ان الموضوع صعب بس اه لازم يبقى في ارادة هيجيلك وقت بتعمل اللي عليك وانت عارف الكرة فيها نسبة توفيق كبيرة قوي دي حقيقا تطلع الفرقة اه تلاقي مسلا وحشين في المكان بتاعك مش هتلعب مش هتروح في حتة دي حقيقا لقدر الله تلاقي مسلا الطريق في دي مرة واحدة حد منه مسلا اه اصابة وانت عارف الاصابات ايامنا كان اللي بيتصاب بيبطل يعني روباط الصليوي ده بالسلامة خلاص كل ساون طايم طيب طيب جابت اللي عايز اقوله وانا بتناقش معاك كده هسان اللي انت بتقوله مرة على لعيبة ومرة معايش خصية انت بتبقى صعبة جدا لكن هنقف عنده دي ودي الاهم انت الخطوة الاولى عشان نفهم مش هلو الخطوة الاولى انت طلعت بالزبط انت الوع ده معا انت قاعد مزبوط الاهم من كده بقى كان العور في وقتها اللي دايما اللي برو المساك اللي بيبقى الخبرة الاكتر اخر واحد في الملعب ايه وبيلعب قدامه مساك اه كابتن حاسا حمدي ما كان بيلعب كان قدامه كابتن مصطفى يورس لما بطل الكابتن حاسا بقى كابتن مصطفى وكابتن مار قدامه انا لما طلعت لعبت مكان الكابتن مصطفى المفروض ده لعب مساك لعبوني لبرو اخر واحد فكان دي يعني ثقة منهم فيها في امكانياتي وفي نفس الوقت كارثة بالنسبالي اخر واحد يعني الغلطة جون بتعرف جمهور نادي الاهلي ما بينساش كانت ترقوا اللعبة مزاي دلوقتي خالص جمهور نادي الاهلي ما بينساش تلعب اهلي وزمالك وتلعب لبرو اخر واحد تيجي واحدة انت بطلت تاني يعني زي ما طلعت هتنزل بقى بس هتراوح لعبت مطشط كتير بعد ما اخدت الفرصة لعبت كتير ولا كان لعب واحد لا لعبت لعبت مسكت بقى في الموضوع انا والكابتن ماهر وبعدين الكابتن ماهر مشي يجي كابتن محمود صالح اه برضو كانوا المساكين الكويسين وفضلت بقى لغاية ما سبت النادي يعني واتقلت بقى الانبياء تاني